من كورونا في مصر الحقيقة بس قبل كورونا في مصر فيه كمان كان فيه خبر عن وفاة سبع مصابين بفيروس كورونا في حريق بمستشفى العزل باسكندرية والحياة 66 بيولهم أو الخبر هو الفيديو جراف هنشوف فيه النهار ده حصل حريق في مستشفى العزل في الاسكندرية أدى إلى وفاة عدد نشوف كده الفيديو جراف ده كل يوم بتتكشف كل يوم أكاذيب حكومة عبدالفتاح السيسي ونظامه حوالين كورونا والاستعدادات الكبيرة في المستشفيات لعلاج المرضى وده اللي كشفه بوست كتبه أحد الأطباء طبيب اسمه عمار أحمد تقريبا بيكلم على في البوست ده على أن وزارة الصحة رفضت نقل مريض من مستشفى هو بيقول مريض وصل الطوارئ في حالة حرجة وبدايات غيبوبة وفشل حد في وظائف الكبد وحمودة عالية بالدم مع فحص المريض لقينا ارتفاع الحرارة ونسبة أكسجين قليلة في الدم فطبعا شكينا يكون عنده كورونا عملنا الأشعات والتحاليل لقينا بالفعل أن المريض مصاب بكورونا وطبعا محتاج رعاية مركزة تكون عازلة لحالات الكورونا وما فيش مكان متوفر عندي لي مبدئيا المريض جاي بإسعاف مع ممرض خاص وما فيش حد من أولاد المريض أو أهله جايين معاه حاولنا نفهم أو نفهم الإسعاف الموقفه أنه ياخد المريض يشوف له مكان الإسعاف رفض نقل المريض ومشيه والممرض الخاص كلم أهل المريض فقالوله سيبه في المستشفى ومشيه فعلا الولد نشيه وفضل المريض في حالة حرجة في الطوارئ وملوش مكان عندي في المستشفى اتواصلت مع 105 مفيش حد بيرد اتواصلت مع 137 وده رقم طوارئ الوزارة لتوفير أماكن رعاية وأماكن حضانات أطفال الحقيقة هما ردوا فورا أخدوا البيانات كلها ونتائج التحليل والأشعات والتشخيص المبدأي للمريض وقالوا له هنتواصل معك أول ما يتوافر مكان وهنبعث إسعاف تنقل المريض وقتها الحقيقة أنا فرحت وقلت أن ده أنا ظالم ومفتري وظلمت الوزارة والوزيرة والناس شغالة أهو حطيت المريض في غرفة الوحدة جوه الطوارئ وبدأنا علاج مبدئي لحين توفير مكان رعاية الكلام لحد الوقت يحلو بس الكلام ده حصل يوم الأربع الساعة 12 مساء تقريبا النهاردة الجمعة ده كان أول مبارح لقيت رقم طوارئ الوزارة بيتصل على تليفوني بيسأل المريض مات ولا عايش ولا فين قلت له عايش وفي الطوارئ عشان ما فيش مكان قال لي وانت عايز رعاية تعازلة ليه مدام المريض مش عامل مسحة ليه متعلامة عن المريض مش عايز مش عامل مسحة قلت له أن أشعة المريض وتحليله وحالته الصحية بتقول أنه كورونا قال لي لأ البروتوكول بيقول أنه لازم مسحة ممكن تدخل الرعاية العادية عندك أنا الحقيقة مسكت نفسي جدا عن أني أجيب سيرة السيدة الوالدة للي بيكلمني واللي مشغله وفي كل هدوء سألته يعني حضرتك عايزني أدخل عيان كورونا في الرعاية العادية وسط عيانين تانيين ما عندهمش كورونا عشان يعديهم ويموتوا كلهم قال لي بالنص كده ده البروتوكول يا دكتور دخلوا الرعاية العادية الحقيقة قلت له لأ لو هيموت يبقى يموت لوحده أحسن ما شيل زنب عشرات العيانين اللي هيعديهم وأنا عارف وعموما البلاغ مازال ساري وأنا ما عنديش مكان رعاية عادية انقله أنت وتحمل الزنب قدام ربنا لوحدك من يوم الأربع ليوم الجمعة المريض في الطوارئ بنحاول أنا وزميلي بكل جهد وعلاجه وتثبيت حالته لحين توفير مكان رعاية مناسب وأهل المريض محدش يعرف عنهم حاجة ورموه مشيوه برغم أن أحد أولاده في منصب بدون ذكر اسم المنصب أو ذكر المنصب أو الجهة التي يعمل بها لكن مؤسسة مؤسسة عمله ومنصبه يخليه قادر على توفير مكان بالتليفون بكمل بقى تحت نرفع بقى الفوق شوية أعتقد كده الناس هو بيقول يعني بيكمل بيقول أعتقد كده أن الناس يعني عرفت أو يعني هو بيكلم على أنه الناس عرفت أنا بس مش عارفة أكمل اللي تعالى أنه أهو كده أخيرا نصحي معايا المفروض تفهم مين السبب ورا نسب الإصابة ونسبة الوفيات تعديل المريض توفى اليوم وزاة الصحة قاتلة رئيس الوزراء كداب وهم الأطباء الحقيقة اللي مش لقين مسحة تتعمل ليهم كل يوم بيموت منهم أطباء في الوقت اللي اللاعبين بيتعمل لهم مسحة واتنين كمان الحقيقة في الوقت اللي بيموت فيه المواطنين وأعضاء التواقم الطبية عشان مسحة وحدة لعبة الكورة أو لعبة الأهلي تحديدا عملوا المسحة للمرة التانية لاستكمال الدور الممتاز أهو قادي المسحة التانية للعبة الكورة ولسه ما فيش دورة لعب نشوف دلوقتي رأي المواطنين في الإنفاق على اللعبة الأولى ولا على الأطباء أهو قادي المواطنين من اللاعبين فيه ناس فعلاً بتعاني جداً 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 حتى الناس اللي عملت عزل في بيتها يعني مش لاقية العدوية مش لاقية أصلاً مش لاقية اللي عرفها البروتكول بتاع وزارة الصحة اللي حطها لي علاج فيروس كورونا أو الناس اللي بتموت في السراير في المستشفيات أو الناس اللي بتتريمي أنا شفت حالات كتيرة جداً وناس بتموت فعلاً قدام المستشفيات للأسف الأطباء بالفعل هم الفئة الوحيدة اللي الظلمت في إطار فيروس كورونا يعني الظلمت أكتر من للأسف المرضى يعني أنه يكون الكادر الطبي بأكمله من أطباء ومن ممرضين ومن مساعدين ومن كل الكوادر الطبية أنها أثناء محاربتها للفيروس وأثناء التضحيات وأثناء أنه يلقي بنفسه في وجه المرض عشان ينقذ الناس وفي الآخر للأسف لما يصاب وزارة الصحة تقولهم أنتوا تعملوا المسحة على حسابكم أو أنه أنتوا مش هينفع تدخلوا العزل أو الكلام ده كله فده للأسف يعني مش هيكون مش هيكون كواس كان المفترض أن الأندية هي التي تتكفل بالمساحات دي والمساحات المفروضة سيتم توفيرها للأندية بتاعت الدور الممتازع عشان نعود في نشاط الرياضي كان المفروض يتم توجيهها لمواطنين عاديين المفروض الأندية هي تتكفل الموضوع هنا فيه ناس محتاجة كثير على الاجتماعية المتدلنية محتاجة من الموضوع ده لكن عشان نعرف مكانة الأطباء في العالم وإزاي الدول بتتعامل معهم وفي مصر مختلف إزاي بتتعاملوا إزاي تعالوا نشوف فرنسا عملت إيه مع الأطقم الطبية وزير الصحة الفرنسي يقترح تخصيص 6 مليار يورو لرافع مرتبات التواقم الطبية وزير الصحة يقترح تخصيص 6 مليار يورو لرافع رواتب الأطقم الطبية ما هي ناس لها سيسي ترتر يعني مش دي الكلمة اللي قالها عبدالسلام نابلسي في فيلم شارع الحب اخراج عز الدين زلفقار وبطولة عبدالحليم صباح لما كان هيتجوز هو كريمة مثلا أو مش عارف اسم ما إيه صباح وعبدالسلام نابلسي قال ناس لها فلانة وناس لها ترتر على زنات صدقي شوف الفرق بقى ناس لها فرنسا 6 مليار وناس لها ترتر عبدالفتاح السيسي لكن يبدو أن الأطباء في مصر ما لهمش حظ غير اللي له وسطة بس زي وزيرة الصحة كده نشوف كده بعد 115 يوم مديرا يعني أهو العزل العجمي ميرفت السيد وكيلا لمديرية الصحة بالأسكندرية بعد ما بقت في 115 يوم مديرة العزل العجمي اترأت بقت وكيلة لمديرية الصحة في الأسكندرية كان في بلاغ بقى للنائب العام ضد الستي دي الستي دي كان بتقدم فيها بلاغ والبلاغ بيتهمها بالإصرار على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر انتشار العدوى بينهم أول بلاغة هو نخابة أطباء مصر بلاغ للنائب العام ضد مدير المستشفى العجمي تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ للنائب بتاريخ 30 إبريل حيث تقدم العديد من الأطباء بشكوى تفيد بإصدار المديرة على مخالفة معايير مكافحة العدوى وتعريضهم لخطر انتشار العدوى أسباب البلاغ قيام المديرة بتجاهل سرعة إجراء مسحة وتحليل لأحد الأطباء الذي أبلغها بمخالطة المرضى إيجابيين قبل تسلمه العمل بمستشفى اثنين بعد إلحاح الطبيب عدة مرات تم أخذ نسخ مسحة منه بعد يومين كاملين وظهرت النتيجة إيجابية الفيروس كورونا وكان من المفترض عزله وبدأ إعلاجه تلاتة أصرت المديرة على إعادة المسحة الرغم من مخالفة ذلك البروتوكولات العلمية حيث أن هناك نسبة 35% من العينات تأتي سلبية من المصابين فعلا بالفيروس أربعة ظهرت النتيجة التانية سلبية للفيروس فطلبت المديرة من الطبيب أن يبدأ في العمل إلا أنه أثر على إجراء مسحة تأكيدية تالتة فظهرت إيجابية للفيروس وهو ما يعني أن الطبيب إذا ما ردخ لطلب مديرة المستشعى واستكمل عمله بعد ظهور نتيجة العينة التانية لكان سبب في نقل العدوى لجميع المتعاملين معه سواء المرضى أو الدكاترة خمسة قامت المديرة بمخالفة قواعد مكافحة العدوى وذلك بأن قامت بتسكين الأطباء المستجدين للعمل مع زملائهم العاملين السابقين والمخالطين بطريقة مباشرة للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ثم ظهرت حالات إيجابية بين الطبيبات ومن العاملين السابقين الولية دي كفقوها النهاردة بينهم رأقوها ميرفت رأقوها وبعتت هي كانت بعتها هدية هي للدكتورة اسمه إيه دي وزيت الصحة كانت بعتها هدية للدكتورة ميرفت دي لو أنت فاكر ميرفت اترقت أهو أهو شايف وزيت الصحة أهو جايبالها هومر سي ودي كانت بداية الإيه الترقية أبقى أسلمني عليها قوي أقول لها قلبة الكحك لسه عندنا ميرفت اترقت يا عام يا بخت من كده النقيب ميرفت ناخد هذه العواجل سريعا لأن في مجلس جلسة مجلس أمن بخصوص السد الحقيقة ماكرون أبيقول نرفض هجوم حفتر على ترابلس وواجهت الرئيس الروسي بشأن وجود قوات فاجنر في روسيا في ليبيا أهو أهو الله شكلها قامت تكل أعيالها الحين فرنسا ما كانت مع حفتر كيف جلبت عليها كيف والله يا لولا كيف والله ما أعرف بص بقى العواجل وزير الخارجية نؤمن بأن العدالة تقتدي أن تحترم أسيوبيا حق مصر ده كلام سمح شكري لكن وزير خارجية أسيوبيا ألقى كلمة وزير الخارجية المصري لدينا شح مائي مقارنة بأسيوبيا نخش بقى نشوف وزير الخارجية أسيوبيا قال إيه أسيوبيا أي نزاع أي نزاع حول مياه النيل يمكن فضه بالوساطة وإحالته لرؤساء الدول لا خش بقى على الله يخليك على قال إيه بقى الراجل خش بقى أسيوبيا التهديد لن يؤدي إلى أي مصار سلمي في قضية سد النهضة ده العاجل ماشي خش بقى على ده أيوة خش على ده افتح ده كده شوف بقى أسيوبيا قالتين نهاردة قدام العالم كله في مجلس الأمن قالتين بأسيوبيا كمل كمل بس أوفنا وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن بناء على طلب مصر البت في أزم سد النهضة اليوم الاثنين أن الدول الثلاثة قدمت تنازلات خلال التفاوض وتابع إعلان المبادئ المبرم في 2015 يجب أن يكون هو العمل الذي تنضلق منه العملية الإقليمية والتهديد لن يؤدي إلى أي مصار سلمي مشيرا إلى أن مواسيق الأمم المتحدة بشأن التفاوض يعني وزير خيجية أسيوبيا قدام العالم على مرأة ومسمع من العالم كله بيقول لحضرتك ونتقعت في بيتكم أن احنا جايين نقف فينا بنتكلم في اتفاق 2015 السيسو خليني خليني في كورونا دلوقتي عشان الحقيقة نوصل للأخير الانقلابات العسكرية أو الانقلابات في مصر القديمة مع الدكتور حسين بقيل الصحة بيقول دواء مصري فعال لعلاق كورونا خلال أسبوعين هي مش السعودية عملت دهان مضاد للطيرات مصر بتقولها هي دواء مصري فعال لعلاق كورونا خلال أسبوعين هتقولنا انشراح تكلمنا شوية عن الدواء ده لأن احنا في حاجة إليها الدكتور اسلام عنان أستاذ علم انتشار الأوبئة الرجل بيحل كلمات متقاطعة فقال لك اهو يكشف موقع الانتهاء كورونا إن عالم كله مش عارف ولا عارف قال الدكتور اسلام عنان أستاذ اقتصادات وعلم انتشار الأوبئة إنها سبات كورونا إذا لم ترتفع مع فتح السوق مرة أخرى فهذا يعني أن خطة التعايش مع الفيروسات نجحت لافتا إلى أن موجة الشعر الفيسة تنتهي في شعر أوسطس وزير التعليم العالي خارد عبدالغفار بيقول دعم السيسي جعلنا الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في الأبحاث السريرية يا فرحتي يا فرحتي على كل حال بعد تأجيل مؤتمر الأطباء أمين عامل نقابة الأطباء بيقول لا يمكن قبول وضع حواجز حول دار الحكمة والتضييق على أعضاء مجلس عند الدخول اللي النهاردة بيشكر السيسي بيشكر حضرته التواقم الطبية آدي الأمين عامل نقابة بيقول صعب جدا تحطلنا الحواجز الأسمنتية حول دار الحكمة في الوقت اللي بيموت فيه المواطنين وأعضاء التواقم الطبية عشان مسحة واحدة كان زي مؤتلك الأهلي بيعمل حاجات كتير جدا أهو وبيشتغل ترجمة نانسي قنقر